فأنا عايز أقول إيه؟ الصمود هو اللي أفشل أفشل أهداف العدو في التحقيق أي أهداف من أهدافهم صمود الجيش المصري صمود الكتيبة بتاعة المشير حسين تنطاوي صمود الشعب في السويس كل الصمود وقناعتهم وعقدتهم إن أنا لأ أنا ما نهزمش الصمود مع التخطيط الاستراتيجي والعسكري طبعا يعني طبعا التخطيط بصى حضرتك التخطيط الاستراتيجي ده إحنا عندنا كان فيه تخطيط استراتيجي راقي إلى أبعد الحدود كان فيه خطة خداع стراتيجية راقية إلى أبعد الحدود باعترافات العدو أنا ما بتكلمش إيه أنا ما بتكلمش أنا كظابط مثلا كنت فيهه من الأيام يعني عارف العمليات لا أنا بحب أتكلم وجهة نظر العدو هو ده اللي بتخلي المعلومات حقيقة نعم أخذ بالحضرتك إزاي المعلومات حقيقة العدل اللي اعترف ان خطة الخداع الاستراتيجية هنريك كسينجر كان بيقول على السادات قالك كان من الصعب انك انت تعرف ايه اللي بيدور في دماغ الرئيس الراحل انوار السادات ده اعترفك اللي هو يعني كسينجر ده اللي كان بيسموه تعلب تعلب السنزل خارجية الامريكية وفي بعد ذلك ازاي كان كده فانا عايز اقول لأ احنا كان عندنا اعترافات من جميع المحللين بالتقديد استراتيجي راقي جدا خطة خداع استراتيجي راقي جدا جنود عندها اوقياء جيش عنده قناعة وعنده عقيدة انه هو عايز حقق الهدف نصر او الشهادة زي ما دايما بنقول نصر او الشهادة طبعا بكل تأكيد والجميل كمان في كلام حضرتك في القصة كمان حضرتك شرحت قصة كمان وقصة المعركة انو الأجيال والشباب الصغير اللي بتفرج عنها يكون عارف ايه اللي ضرب الزبط في هذه المعركة وده كان الجزء من حرب اكتوبر الحرب الكبيرة اللي انتصر فيها جيشنا طبعا حضرتك عصرته اهلين عصر الكلام ده احنا اتحكى لنا من حضرتك وكان لازم احنا كمان كلنا بقى مجتمعين نحكي للأجيال اللي جاي عشان يعرفوا ويفخروا دايما بقواتهم المسلحة